ما يلسحب منك شرط كابتال نادي الأهلي أنا شرط الكابتان دي كنت بتمنى وبقولهالك كده إن أنا كنت بحب هادي خشبة كنت بحب وليد صلاح الدين كنت قعد أقول إيه يا عم اعتذروا بقى كنت بعدوا قدامي اللعيبة عايز أبقى كابتال نادي الأهلي وبعدين إيه شوية هادي يبطل شوية واليدي مش عايف مين يبطل لي مين يبطل إيه مطلقات ما جيت هادي ووليد قلتون بقى هتبطلوا إمتى بطلوا بقى مون بطلوا بطلوا قعدتي مسك الإشارة لمدة سنة حاجة جمدة إن أنت تبقى كابتال نادي الأهلي زي الوقت ما أنا كابتال منتخب مصر بدأت بعد كده أشتغل وأشوف الراجل ده بعمل معي إيه أخد بطولات ما يدينش حقي أكسر الدنيا ما يدينش حقي أول ما وفقش في حاجة ما أخذ يعني يفتح له صوته وينتقضني ومش عايف إيه وبدأت بردقاء كنت راح أشتكي للكابتال نادي يا كابتال نادي ينفع كده يا كابتال نادي وبعدها أنا كابتال فريق ما ينفعش وبعدها أنا ما ينفعش أخدش في خلاف أنا كابتال فريق لازم أكون قدوا في كل حاجة نفس الحكاية يسكت مش عارف إيه اللي عدت أربع سنين بما فيها مشاكل بما فيها حتة صحب إشارة الكابتالة مني صحابها إزاي بقى وردت بإيه شعر أسألك أنا الناس أنت عادل شباب صغير بيسأل ما عرفناش رد فعله لما تصحبش أنا ما عرفش قالك طول ما أنا موجود في النادي قال لي ما تشتش إشارة الكابتالة عندي يعني ساعات تقفل قالك أنت راجل مش عارف يعني إيه يعني إيه راجل مش فاهم يا عم عادي عشان كده كده كنت بقولك إنت كابتال فريق مطلوب كل حاجة قدوة بس فضلت تلعب أساسي وفضلت تأخذ بطلاق لبقى بدأت بقى بينه وبينه أنا بقيت أغل وبقيت أشتمرن أكتر وبقيت أعمل أكتر عشان ألعب أقولت إيه ولا قمت جاي في بالي قلت إيه كده ففكر في بالي ولا أشرت الكابتالة أنت عايز إيه مش عايز سنة بتقول أنت جون النادي الأهلي وجون منتخب مصر خلاص وكنت بأخذ أحسن جون في الفتة دي كمان برضو ما يدينيش إشارة واشتغل وما بتقول حد طبعا فترة ده اللي خليهم عرضوا عليك ولا أنت اللي لجأت لي والي سيون دول ولا مش عارفة لك لأ بعد كده أنا جاء لوح تلعبت في 2008 وبعد ما عبت في 2008 وربنا كبني وأخذت أحسن جيت بعد كده عرف إن في عرض جايلي طبعا لقيت طريقة الرد حتى ليه لما أنا كنت أجي من بطولة زي مثلا كاس أوقف أفريك 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 أفري يعني حتة بقى إيه انتقاط سحب إشارة جايب واحد عشان يبطلني حق قدام الناس ما بيدهنوش كابتان تفرق أخدا مني حاجات دي كلها استرس علي أربع سنين وصلت من المرحلة أنا بخلاص منيش هقعد في النادي ده طول ما هذا الرجل موجود وهو كان نفس الحكاية برده خلاص بقى يعني أنتوا عيلين ويشدوا مع بعض مرحلة كذا